ليلة الأحد تعرضت نجمي تلفزيون الواقع كيم كارديشن لعملية سطو مسلح من قبل خمس رجال مسلحين سرقوها تحت تهديد السلاح بفندق ببريز المسلحون اللي أخدوا مجوهرات بتبلغ إيمتها فوق الستة مليون دولار ما إزيو حدا حسب ما أفدت الشرطة وكانت كيم بحالة من الصدمة وهالحادثة طبعا أجبرت مغني الرب كانيا واست اللي هو زوجة لقطع حفلته بنيويورك مشيرا لحالة عائلية طارئة هلأ فين أخبركم شوي عن شو كتبت الصحافة حول هالموضوع أول شي الشقة اللي قاعد فيها كيم هي شقة بينزل فيها عدد كبير هو منه أوتيل شقة خاصة بينزل فيها عدد كبير من النجوم مثل مادونا مثل ليوناردو ديكابريو وكتار غيرهم هو بمنطقة نائية مشان هيك معلي حماية كتير عالية وهالمسلحين اللي فاتوا طبعا كنوا لابسين تاب البوليس مشان هيك ما أثاروا الشبهات وبدأ لكم كمان إنه اللي كل اللي عم يستهري بأنه معقول هي كمان حملة مجوهرات بيقيمت ستة مليون دولار أو أكتر بدأ لكم إنه محبسة يا حرام لوحده يعني شو بده الواحد يحكي حقه أربعة مليون هيت لنبلشوا من المحبس أربعة مليون يعني هن قطعتين إذا فيه لكم قطعتين المحبس أربعة مليون وش حلقتين هيك مليونين وبندانة زخطورة هول ستة مليون دولار اللي كانت حملتهم وكمان هي ركدت إذا فينا نقول بالبيجاما بكلسات الزرق آخذت البرايفت جات وقالت بابا بدي أرجع بريز بحياتي صار أقول ستة مليون شو بدأ أعمل بس أكيد هن عاملين السورانس أكيد يعني على محبس بقيمة أربعة مليون تخيالوا ما يعملوا السورانس بالنهية إذا كانتوا بتحبوا كيمة ولا ما بتحبوا أو بتعتبروا أنه مش عدل هالنجاح اللي نجحتوا هالمال اللي صارت تحاصل عليه هيدا حالة إنسانية يعني ما منتمنى على حدا أنه يتعرض للسرقة ومنحة اللي خلصت وما صار لشي أكتر وبالنهية كمكومة يعني ما نحمل محبس بأربعة مليون بلا يا